موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسركم المحسنين أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة بنوتوكس العربية اليوم سنتعرف على جديد برنامج المونتاج شوتكات وهو الذي يعرف تحديثات كثيرة في الأولى الأخيرة وإهبارات متترية أدت بعديد التحديثات أهم التحديث سأتحدث عنه اليوم هو الكيفريم وهو بالنسبة لأهم ما جاءت به النسخ الحديثة من البرنامج وكانت السبب الرئيسي لعدم استعمالي لهذا البرنامج هو عدم توفره على كيفريم في الإصدارات السابقة لكن يبدو أني سأعتمده بعد اليوم جندا إلى جندا أولا نفتح المتصفح نكتب شوتكات هذا هو الموقع الرسمي شوتكات.org نأتي إلى نيوز وهنا الإصدارات التي صدرت مؤخرا والتحديثات التي جاءت بها الكيفريم جاء في الإصدار ثمانية عشر سفر خمسة على ما أعتقد لنتأكد من الأمر ثمانية عشر سفر ثلاثة ثمانية عشر سفر خمسة ثمانية عشر ثمانية عشر كيفريم جاء بعدها ناوي الى التثبيت داونود هنا راضي الويندوز من جيت هاب وقص هاب ماك او اس و لينكس بالنسبة للينكس الكنو لينكس نأتي الى لينكس البروستين بيت بورتابل محمول من جيت هاب وقص هاب اب اميج كذلك جيت هاب وقص هاب وبالنسبة للفلتباك من جيت هاب واسناب للقص هاب وهذه طريقة التثبيت باسناب لحسم سناب وبالنسبة للفلتباك ستجدها في توثيق الموقع الخاص بفلتباك بالنسبة لي اتواجد على عش او اسوار عش اكتب سدو بطلو باكمال بقصد سوص بطلوة بطلو باكمل بطلوة 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 هي أهم ما جاء في الإصدارات الحديثة طبعا هناك فريدات ومزايا أخرى سنتطرف لها في دروس قادمة إن شاء الله قائمة البرامج مونتي ميديا شوزكا هذه هي وجهة البرنامج بعد أن قمنا بفتحه وهنا أعتقد فالسكين إكس بول تايم لاين وكيب سوينز هذه الأيات هنا لم تكن متواجدة في إصدارات المعقابل ثماني تاعتها ستفحانسة فيلتر هستوري بلايليست ريس سنس بروبيتيز وبيك ميتر هنا التايم لاين لجلب صور أو مقاطع فيديو أفضح المجلد أو مديرا من الفات أضع صورة أو صورتين هذه الثلاث صور أقوم بصحبها وأضعها هنا في هنا أتي إلى هذه الأيقونة وأضع فيديو أقوم بالضغط على الصورة التي أودت العمل عليها مثلا صورة وأقوم بصحبها هنا وأضعها أوبرو بشكل عمودي وبشكل أفضح أضغط على ثم عجلة بشكل عمودي وبشكل أفقي وعجلة وعجلة وقعار لزيادة الوقت مثلا هنا ثلاث ثواني أضعها أنا في خمس ثواني بهذا الشكل لأضع لها جداية ونهاية بهذا الشكل أقوم بصحب هنا تأطيني رمز أقوم بصحبه وتكون بهذا الشكل هذه كلها مقبلات لتعريف أساسيات البرنامج حتى ندخل في صندوق الموضوع الزيل الآن يأتي كما تلاحظون تم إضافتنا في أقصى أسفل الشاشة أقصى أسفل الشاشة لا يوجد أي شيء هنا نرجع إلى ثم نختار ثم نختار ثم نختار ثم نختار مثلا هنا تعطينا هذا الشكل الدائري وهنا تجد علامة هنا نأتي إلى ستجد أن تم وضعها لكن دا يوجد أي إلى قدود الساعة أقوم بتقطع هذه العلامة تم إضافة كيفريمز بنسبة ل راديوز سأضع هنا كيفريم الأولى وضع باللون الأحمر أضيف واحدة أخرى بين أقرتين وأضيف واحدة أخرى هنا وفي الأخير أضيف واحدة أخرى يمكن أن أقوم بإضافة أو بزيادة الحجم وتقليل من هنا أو فقط من هذه العلامة أقوم بإضافة أو تقليل سأضع في الأسفل والبداية سأضعها في الأسفل سأضرك هذه أضعها في recent اسف وبهذا الشكل لمشاهد كيف أصبح عليه الوضع فيبدأ المقطع بهذا الشكل وينتهي كما بعكس ما بدأ عليه وهذه من فوائد التي تجعله تتحكم بشكل كبير في المقطع لديه مثلا أضيف صورة أخرى حتى أقوم بإضافة لنفس و اأتي الى هنا و اضع لها كي يطبق نفس الامر تشاهدون الان كيفين تم تطبيق نفس الامر لكن الوقت غير مطابق لماذا؟ اننا وضعنا في الاولى خمس ثواني سنضع هذه ايضا بي أول خمس ثواني وتشاهدون ام اصدحت statements وكيفية الانتقال بين مقطعين بنفس الطريق وهكذا مقطع اول وثاني وثالث يكفي عمل كابي ويتم تحميل التخصيص بالكيت فيمز كما وضعتها في الكيت فيمز الاول وتفهم العمل على باقي المقاطع ان اودت ان يكون نفس التطبيق على مجموعة من المقاطع المختلفة نعطي نتال اخر مثلا نأتي الى الصورة الاولى ونأتي الى plus الفيديو هنا نختار الفيتر الخاص في الفيديو وهنا بالاوديو وهنا المفضلة يعني اي فيتر تود ان تضعه في المفضلة ويكفيه تضغط على النجم نأتي الى text سنضغط على نجمال ان يضيفه الى مفضلة وستجده هناك text ثم اضافة text اقوم بتصغيره من هنا هذا الشكل و اقوم بتغييره اكتب مثلا snap ثم اكتب هنا ثم اكتب هنا على زون من الخط اضغير الى deutsche arabic kofi وهي اخرى سنجدها هنا keyf read keyf ثم اضغط على keyf read ثم الى اسفل اسحب هذا keyf read الى البداية com بتصغيره الى هذا الشكل ادي الى هنا نحن نعم ونحن بانشعك keyframe اخر ورائد ونص روضا مجلسازي ثم هنا وامشئ كيفين آخر ثم في النهاية امشئ كيفين آخر واقوم بالتصغير كذلك ثم نرى التطبيق ويمكن تطبيق نفس المبدأ على اي شيء تجده في برنامج يعمل كيفين اي شيء اي فيرتر يعمل وبه خاصية كيفين ستطبق عليه نفس التخصيص اتمنى ان يكون هذا الفيديو اعجبكم وراقكم ووجدتم ان البرنامج استحق العمل عليه شكرا لكم لا تنسوا الضغط على زر لايك واشتراك في القناة وترك تعليقاتكم وتعطيباتكم ايضا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء وإلى اللقاء